هو كان السؤال اللي احنا طرحينه على دكتور خالد فاهم زير الدولة لشؤون البيئة هو هتحيل المشكلة ازاي فهو قال لنا ان في قضيتين حلوه يعني تم حلهما او تم حلهما الاول هو مين المسؤول فبعت وزارة البيئة هي المنصق هي المنظم ولين جزء تاني علاقة بالتمويل مين اللي هيدفع فهيتم توزيع التكاليف على الاطراف المختلفة نقص بقى ان احنا نعرف بقية الامور المرتبطة بازاي يعني رحلة القمامة من البيت لغاية ما حصل لها تدوير هيحصل بقى ازاي هو زي ما قلت لسيادتك ان احنا قسمنا مصر لتلتمية منطقة كل منطقة فيها تلتمية الف مواطن يعني حوالي ستين الف اسرة وحصر نحتياجات كل منطقة دي من العربيات والمحطات ومصانع التدوير الى اخر بحيث ان يتم طرح العملية في منطقة او اكثر يعني فيه مثلا محافظة القايرة مثلا هتتقسم مش تلتميات هتتقسم بالمليون والاثنين مليون فهتبقى فيها تلات اربع مناطق العملية هتطرح بحيث ان يكون هناك عقد واحد مع مجموعة من الشركات بشركة قائدة التحالف هذا التحالف ممكن ان يكون تخوده الشركة اللي عملت المصنع اللي حيدور الزبال او اللي حتأجر مصنع موجود حاليا وما بيشتغلش وتعيد تأهيله وتشغله تمام ومعها شركات متوسطة او صغيرة للنقش ومعها شركات جميع القنامة اللي حيلموا من البيوت ويرضوا لمحطات الفرز وياخدوا مقابل عادل في سبيل الخدمة فالتلات اطراف مربوطين مع بعض بالصالح لان انا كدولة حدفع في الاخر انا مش هدفع في الاول انا مش هجزق العملية مرة مناقصة على الجمع ومرة مناقصة على النقل ومرة مناقصة على التدوير ثم المصنع متوصلوش الزبالة فما يشتغلش فيخسر او ان الناس بتوصلهم الزبالة متمصمصة زي ما بيقولوا متاخد منها كل الحاجات اللي ممكن نستفيد بيها المصنع طب انت هيك ده يا دكتور خالد مش هتدفع لكل الاطراف دي انت هتدفع لجهة واحدة بعد انتهاء العمل وهم مع بعضهم. هم مع بعض عاملين تحالف اه انا حاسب. بالمنتج بقى النتيجة في النهائي. بالزبط كده. مم. مم. فانا مش محتاج. هو المنتج هو ايه معلش ناسو. المنتج ان القمامة جمعت. وصلت التدوير. هو انها وصلت للتدوير. في عدة منتجات. مم. منتجات مادية. ومنتجات تقدر تشوفها. اهم منتج ان الشوارع مفايز بالي. مم. 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 فاهم خدمة حضرتك بتقدمها ان الجوارع مفايز بالي. انت تحالف يعني المسؤول على المنطقة دي انا شاف ان فيز بالي. مش عايز بالي. يبقى مش شديك فلوس. وتاني حاجة. مم. ان حضرتك قعدت تدويرها. اقصى استفادة ممكنة. مم. والباقي نقلة الى مدفن صحي. مايتحرقش ومايولعش ومايعملش المشكل اللي معمولة من مقلب العشرة. معلش. العائد من التدوير ده برضو صاروة. الشركة اللي هتاخدها ولا هيعود حاجة عالدولة منها. اقول لها ساتك حاجة. بياناتنا كلها. مم. ودرساتنا الميدانية. مم. في السبعة وعشرين محافظة بسبعة وعشرين خطة. بتقول لحضرتك ان الجزء اللي ممكن قعدت تدويره. مم. اقصى ما يمكن يوصل ل 12 في المية و 13 في المية. مهما كان العائد على الجزء ده لا يمكن ان يتحمل التكلفة الكلها. ودي الممارسات العالمية في العالم كله. مم. ما بتقولش ان الزبالة. مم. كلها بتجيب فلوس. اه. بتقول ان الجزء معين يجيب فلوس. مم. وإلا ما كانت الدول الاوروبية تاخد رسوم لجامع القمامة وقدرتها. ها. ما هي لو ما هي ما عندهم التكنولوجيا وعندهم النظام وكل حاجة. طب هما ليه بيعمل طب هما ليه الدولة بره بتدعم. كم القمامة. الشركات جامع القمامة. وتدي حاجة اسمها جيد فيه. طيب يعني هم العقد من التدوير ده للشركات. انا احنا عايزين ان العقد من التدوير ده. تعايز كده يبقى حاجة حافز ليهم يعني ان هما يشتغلوا ابتر. يغطي جزء من التكلفة. اه. وانا اضيف له الباقي. بمعنى. فاحسك يعني. اه. افرض حضرتك ان هو المنظومة دي ادرج معها. اه. وحيقل مع 15% اه. وحجيب له ازا كان التكلفة ساي مية جنيه. اه. هتجيب له خمسة وعشرين لتلاتين جنيه. اه. مش هتغطي باية المنظومة. اه. تمام. يبقى دروي الدولة تتدخل. تكمل. وتكملو. اه. مش بس تكملو. اه. التكلفة. وتضمن له هامش ربحي. عشان. اللي هو احنا حازمينه بمعدل العائد الداخلي من 15 ل18. اه. فانا هعمل الاتي. احنا هندي سكروس في الموصفات. اه. هنوصف الوضع حجم الزبالة. نوع الزبالة ايه? وخصائصها ايه? يعني اديها عضوي وقديها دعاة تدويره. لان احنا عملنا الدراسات دي على كل مصر. اه. فلا اول مرة يكون عندنا قاعدة بيانات. اه. ميدانية تقدر تخليني ان انا اعمل الكلام. طب انت هتطرح كلام ده مناقصات بقى وما الاخر. هتبقى. هانا السؤال بس اه يعني. اه قبل كده احنا لنا سبقة وصعبة قوي مع الشركة الاجنبية اللي كانت شغالة. اه كده انت هتشتغل برضو برة وجوه شركات اجنبية ماشي شركات مصرية ماشي وهل عندنا شركات مصرية تقدر تغطي وتشتغل في ده? اقول لحريك حاجة. كويس. انا ما بحبش احط العربية قدام الحسان. ام. لو انا قعدت ادخلت. قلت الشركة تجمع بالشكل ده. وتنقل بالشكل ده. وتعمل طب ما كنت عملتها انا بقى ده ما انا بقى فهمت العملية. بس لازم يبقى لك شروطك برضو يا فقدم ما تبش سبها له وكده. لك شروطي. اه. ان الشوارع النظيفة. عشان عارفها رائب. ما هو انا لو انا لو قعدت بقى عاملها هيبقى عندي الجهاز الرقابي جبير جدا. وانت عارب بقى يعني يعني ما ندمانش حاجات كتير. مش عايزين اقول اكتر من كده. طب بس احنا عايزين يكون. لكن انا. مش مش هقول ضمانات. بس احنا لازم اتعلم من تجربتنا اللي قبل كده. انه لازم تبقى الشركة دي ما بقاش امر واقع ايا ما كان بقى لها تستقر عليه. وتبقى في ظهرنا. يعني شوكة في ظهرنا وتحكيم ومش عارف ايه وشرط جزائي. انا ما قلتش فهم انها اجنبية. لأ. لكن افردي حضرتك. اجنبية او مصرية. ان تضمن التنفيز وما تلوش درعنا. افردك حضرتك ان الشركة مصرية. اه. جات وحجيب تكنولوجيا معينة في المناطق اللي فيها كميان ضخمة جدا. يا اهلا وسهل. من الزبالة. وما لهاش مكان. ام. قريب نعمل فيه مدفن صحي. كل محافظات الواجه البحري المحبوسة. طيب. دميات والده اهلية والوفية. كل دول. ام. ما لهمش ظاهر الصحراوي. والظاهر الصحراوي يبعد مية وعشرين جيلو. ام. فحتدفع تكلفة قصد. اه. يعني تدفع تكلفة في النائل. اه. عالية جدا. وافرض هو راح وجاب ان هو هاو دي مع الشركة السعونية. ام. مش هتفع معك. اهلا وسهلا انا 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 ليه انا همني. الحل ايه? والهو حيديني المنظومة ازاي? حيجمع الكلام ده ازاي? ام. والشوارع هتبقى نظيفة ازاي? ونخش في دراسات والنمازج الرياضية المالية للتدفقات المالية. عشان نحسب بالزبط. قدي ايه التكلفة? وقدي ايه? العقد عشان نقدر نوصل لاحسن سعر. بقى بافضل عرض فاني.